سأختم به الحلقة هذا أهم عرض ممكن أن يكون مؤلم ولكن هذا أهم عرض في الشهر التاسع اهتم بهذا الجزء من الفيديو وقّخ سمان برب الكعبة هذا أهم جزء في الفيديو بسم الله والصلاة والسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولاه بالتأكيد فيه ألام بتمر عليها الحامل في الشهر التاسع لكن فيه ألام بتبقى طبيعية ما نخفش منها دي ألام بسبب الشهر التاسع وتطورات اللي بتحصل في الشهر التاسع لكن فيه ألام تانية غير طبيعية تستوجب مننا ان احنا نتحرك او طبعا وليه الأمر يكون على اتصال مع حضرتك ويتحرك بيجي إلى أقرب مشفى او يتصل بالطبيب لسرعة الإسعاف سرعة الإسعاف يحصل لك حاجة لكن احنا بنتكلم عن حاجة مهمة ان احنا نتوجه بها إلى الطبيب طيب نبتدي بيه الحاجات الطبيعية اللي ممكن تحس بيها أي حامل في الشهر التاسع ممكن تحس مثلا بألام في الظهر هذا شيء طبيعي زيادة الوزد زيادة ضغط الجنين على العضم والعضلات ده هاي خليك تشعري بشوية ألام في الظهر خلي بالك ألم الظهر اللي بيجي ساعة بيجي مع الراحة بيروح فما تقلقيش منه طالما مع الراحة بيروح أو على الأقل بيخف شوي حاجة تانية تحجيرة بتزيد وبتنقص تحجيرة البطن أو تقلصات الراحة بتيجي وبتروح بتبقى حدة جدا ومرة واحدة بعد فترة من الزمن كده بتلاقيها لينة البطن بقيت لينة تانية دي مفيش منها مشكلة برضه ألم في الحوض ودي شكوى ساعات بتكتر طيب الألم اللي في الحوض ده بسبب ارتخاء المفاصل عشان استعداداً للولادة الطبيعية وفترضنا استعداداً للولادة الطبيعية طبعاً في بعض بينكم يعني هتولد قيصري بس طبعاً الحوض مايعرفش حدركة تولدي قيصري ولا طبيعياً فبيحصل استرخاء في المفاصل فبيحصل ألم في منطقة الحوض تورم في السقين وده نتيجة احتباس السوائل وده برضو شيء عادي عن الجميع في فترة الشهر التاسع أما حاجة بس نحن نرفع رجلينة كتير ونشرب مياه كتير عشان نخفف شوية من موضوع احتباس السوائل اللي ممكن يظهر في شكل التورم بتاع السقين كمان ممكن يحصل عندنا صعوبة في التنفس بسبب ضغط الرحم دي الألم الطبيعية اللي مفيش منها اي مشكلة لكن هناك ألم مربط الفرس اللي لازم يتوجه ولي الأمر بحضرتك كان والدك كان زوجك كان أخوك كان ابنك الكبير ايا كان لو لقدر الله لقينا نزيف 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 مهبلي لا دي هنا في شهر التاسع لازم أوجه به الحامل إلى الطبيب لو لقينا نزول المياه بشكل اندفاعي بشكل كبير لازم تستوجب وصول حضرتك لأقرب مشكلة لو لقينا ان التقلصات الرحمية اللي كنا بنقول عليها انها بتيجي وبتروح لكن لقيناها بتيجي الحدة بتاعتها كانت متوسطة شوية بقي أعلى من المتوسطة نص ساعة كمان بقت حدة عشر دقائق كمان لا الحدة بتاعتها بقت الضعف بتتضاعف قوة الألم بتاعت تحجيرة البطن تقلصات الرحمية انقباضات الرحمية أساوة البطن أنا بجيبها لكم بكل المسميات اللي ممكن تكون يعني درجة على مسامعكم باختلاف اللغة أساوة البطن تحجيرة البطن التقلصات الرحمية الانقباضات الرحمية كل دي كلها مسميات لحاجة واحدة هذه التقلصات الرحمية لو بتيجي وبتروح تحطي إيدك على بطنك بعد شوية من الزمن تلاقي بطنك لانت خلاص دي رايحة جاية مفيش منها مشكلة أما جت مستسعة لقتها لا جامد أكتر عشر دقائق لا بتجمد أكتر وأكتر عشر دقائق كمان لا 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 هنا دي تستوجب ان احنا نذهب إلى الطبيب أو المشفى لو حضرتك متعقدة مع مشفى أو عارفة ان انت هتروحي مستشفى معينة فلازم نتوجه لها لأن دي كده ولادها لو لقينا صدع شديد جدا وزغلالة في العينين نقيس الضغط الليناع عالي لازم نتوجه للطبيب أي صدع بيجي لأي حامل لازم أتأكد من حاجتهم طبعا ان وتيحة الأمر ان احنا نتأكد من الضغط والسكر طبعا السكر ساعد بيبقى عندنا مشكلة ان احنا لازم نروح لجهاز ياسي السكر والكلام ده لكن الضغط مهم جدا ان احنا نتأكد من انه مفيش ارتفاع في الضغط لكن ارتفاع في ضغط الدم مع هذا الصداع لازم نتوجه للطبيب أو نتصل بالطبيب عشان يوجهنا نعمل ايه عشان ينزل هذا الضغط على حسب طبعا الدرجة بتاعته فيه عرض سأختم به الحلقة ده اهم عرض اهم عرض ممكن ما يكونش مؤلم ولكن ده اهم عرض في الشهر التاسع اهتم بهذا الجزء من الفيديو وقاغ سمن برب الكعبة ده اهم جزء في الفيديو نكمل الاعراض لو لقينا قلم اسفل الظهر مصحوب بحمة او من غير حتى حمة يعني يفيه ارتفاع ضرجة حرارة او بدون ارتفاع ضرجة حرارة اسفل الظهر لكن العلامة بتاعته ايه بقى الفرق ما بينها وما بين العرض العادي اللي اتكلمنا عنه في بداية الفيديو لما يجيلك وجع ضهر بسبب الضغط بتاع الجنين والراحل من الكلام الفرق ان ده اللي هو الاولين العرض العادي لما برتاح شوية بيهدى شوية مش لازم يروح بس بيهدى شوية اما ده ارتاح ما ارتاحش بيزيد في خبط زي ألم الدور الشهرية ألم الحيض بيزيد 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 في ألم اسفل الظهر بيتزايد وممكن ارخصلكم الدنيا كلها في كلمة واحدة اي ألم بيتزايد مع الوقت القصير مش مع الوقت الطويل يعني مش بيقولوا لي مثلا الألم ده كان من يومين كذا ودلوقتي بقى لا انا بيتكلم في اليوم الواحد لو ألم أي ألم ألم اسفل البطن ألم اسفل الضهر تقلصات الرحمية لو بيتزايد في الوقت القصير في حدود الساعة والساعتين والساعتين بيزيد 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 كان الليفل بتاعه مثلا مثلا واحد من عشر بقى اثنين من عشر بقى ثلاثة من عشر بقى اربعة من عشر بقى خمسة من عشر وهكذا اي حاجة بتزيد مع الوقت القصير اللي هو في حدود الساعة ساعتين لا دي لازم تستوجب ان احنا نروح للطبيب او المستشفى فورا أهم عرض بقى على الإطلاق رغم انه مش مؤلم لو حسيتي لوهلة ان ما بقاش في حركة للجنين او ان حركة الجنين اختفت او خفت او ونست بقت حاجة بسيطة جدا على عكس ما كانت موجودة ده اهم عرض من الاعراض اللي تستوجب ان احنا نروح على طول على المستشفى احنا قلنا قبل كده مرارا وتكرارا عدد لعبات الجنين في الشهر التاسع لا تقل عن عشر لعبات في عشر توقيتات مختلفة خلال اليوم وبرجع بأكد ان اللعبة غير الحركة الفرق الفرق ان اللعبة ممكن تكون مجموع حركات كتيرة لكن في لحظة واحدة يعني لو الجنين قعد يدرب بأيديه ويركل بقدمه ويتحرك يمينا ويسارا كل ده في وقت واحد اعد واحد ما عدش مثلا خمسة ستة لانه تحرك خمسة ستة في اللحظة لا اعد واحد طالما مجموع الحركات دي كان بيلعب ثم سكت بعد عشر دقائق ربع ساعة نص ساعة بدأ يلعب تاني طب ممكن يضرب بأيديه مرة واحدة كده اه حركة واحدة في لعبة واحدة اقول انها لعبة تانية طالما في توقيت تاني من حركة حركتين ثلاثة في وقت واحد اسمها لعبة انما الحركتين ثلاثة اربعة في وقت واحد ما اسمهاش ثلاثة اربعة حركات او ثلاثة اربعة لعبات لا اسمها لعبة يارب تكون الحتة دي لان دي نقطة مهمة جدا ده اهم عرض على الاطلاق اي اختلال في حركة الجنين وفي لعبات الجنين بتقول ان الجنين ده ما بقاش يوصله التغزازة الاول لازم يتعمل دوبلر يتأكد الطبيب ان الدم والاكسجين والمغزيات بتوصل للجنين زي الاول لو حاجة اختل توازنها الطبيب ممكن يلجأ الى الولادة لحماية الطفل ده انه يفقد حياته لو قعد اكتر من جدا وده اهم عرض على الاطلاق خلي بالكم اطفال كتيرة بتوصل للشهر التاسع الجنين بيوصل للشهر التاسع ممكن يتبرز داخل الرحم ويبتلع البراز بتاعه يتغوط ويبتلع هذا البراز ويدخل ده على الرئتين رغم انه ده خلاص اسبوعه هيتولد فبتكون ده مشكلة كبيرة ان الطفل يتحط في الحضانة وحاجات كتيرة جدا فبحنا في غينة عنه ان احنا ما نوصلش الموضوع ده لهذا الامر لو انا حسيت ان الطفل او الجنين حركته مش هي في حاجة غلط فده اهم عرض على الاطلاق مشكركم شكرا جزيلا شوفكم في حلقة تانية ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته